متابعيني جميعاً على قناة InfoTech for You السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة النهاردة مع موقع جديد الموقع ده اسمه Gigabrain هذا الموقع من المواقع الممتازة جداً في عملية الحصول على knowledge بشكل عام أو معلومات مهمة من خلال البحث عبر الانترنت ولكن المراضي مش من خلال جوجل المراضي من خلال reddit وبعض الonline communities أو المجموعات الأخرى Gigabrain القائمين عليه بيقولوا أن جوجل مش بيدينا كل المعلومات الكافية اللي احنا عايزينها أو مش بترتبها بالشكل الصحيح أو مش بيدينا كل knowledge بتاعة البشر فاحنا عملنا Gigabrain علشان يدينا من knowledge المختلفة للأشخاص اللي بيعملوا discussion على reddit وعلى الonline communities وreddit غني عن التعريف من الcommunity المهم جداً online بتحصل منه على discussions وبتحصل منه على مناقشات بتطلعك فعلاً بإجابات ممكن تفيدك لأنه هو بينقل خبرة البشر اللي حواليك تعالوا النهاردة نشوف هنستخدم Gigabrain إزاي بمنتهى البساطة كل اللي عليك إن انت بتخش بيه حسابك على جوجل وبتبتدي إن انت تستخدمه وكمان ممكن إن انت تضيفه لي الجوجل براوزر بتاعك كإكستنشن من خلال Add to Chrome من الرابط اللي حطه فيه الوصف أسفل الفيديو هنا حبتدي إن أنا أسأل السؤال بتاعي لكن يفضل الأول إن أنت تعمل sign up لو أنت داخل أول مرة أو login المهم جداً أن أنت تعرف التطبيق بتاعك أو الموقع بتاعك بيحتل إيه على Product Hunt لو دست على Product Hunt حلاقي هو واخد Avotes 498 Product of the Day واخد الثير من Product of the Day بتاريخ 14-8-2024 تقدر تتعرف أكتر عليه وكمان تشوف بعض أفراد الفريق اللي بيتكلم عليه وفيه discussion كده ما بين الأشخاص عشان يوضح طريقة عمل الجيجابرين أو بيعمل إيه هروح بقى مرة تانية للموقع وهنا حبتدي أسأل بعض الأسئلة مبتدي بيستقل أولاني وعايز أقوله The Paste AI Model for Academic Search وهنا حقوله Enter ونشوف حيديني نتيجة عاملة إزاي حقولي الأول خشي بالأكاونت بتاعك هخشي بالأكاونت بتاعك على جوجل وطبعاً هو موجود فيه خطة مجانية وفيه خطة مدفوعة أكيد البرو بلان بيديك يعني دبلي أو بشكل أعمق نتائج أفضل وأحسن لأنه بيدور بشكل أعمق أكتر ولكن طبعاً تقدر تستفيد من الخطة المجانية زي ما إحنا هنجربها مع بعض هو طبعاً بينصحك أن أنت لما تيجي تعمل أكاونت وتربطه بيريد أكاونت بتاعك وتختار يوزر نيم وتكاستمايز يعني تقول اهتماماتك علشان يقدر أنه هو يجيب لك المعلومات بشكل أدق وأفضل هيتعلق باهتماماتك أنت تعال بقى نشوف هو حيديني إيه بعد ما هسجل حيديني النتائج دي بالشكل الآتي أولاً لما بتيجي تدور جواه في عندك الموست ريليفنت والموست ريسنت والموست عب بوت الموست ريليفنت حاجة متعلقة ومرتبطة بالسرش اللي أنت عايزه أو الحاجة اللي أنت بتدور عليها الموست ريسنت أحدث حاجة وفي الموست عب بوت أكتر حاجة متفقين عليها هنا عندك السورسز اللي ممكن أنت تجيب منها البيست اي اي موديل فور اكاديميك سورش وفي عندك هنا حاجات كتيرة حيدهي لك بعض الناس حتقولي طب أنا كده يعني ممكن أتلغبط أو كده ممكن أن أنا أتعب في كل هذه السورسز أو كل هذه المصادر كده أنا بنصحك أنه أنت تنزل تحت شوية وتفعل السامرايز عشان يديك يعني ملخص لكل الكلام ده تعرف أن فير بلاكس تي هو بيحتل أول حاجة خالص كويس جدا للسورشينج والبيربزينج أو الأغراض المتعلقة بالمعلومات المتعلقة بالأكاديميك ريسورش وبعد كده جي بيتي فور وبعد كده جيميناي وتقدر تعمل شو مور وتشوف نتائج البحث بيقولك سي 12 ريبلايز أي حاجة أنت حادث أنك هتدوغ فيها روح كده فعل السامرايزيشن هنا مثلا ممكن أفعل أيضا السامرايز الخاص بالبوست ده أو أشوف أكتر حاجة مثلا متوافقة مع اللي أنا عايزائي وأبتدي أن أنا أجربها ده بصراحة حاجة كويسة جدا من وجهة نظري فيه كمان Add to Chrome تقدر أن أنت تضيفه للكروم فيبقى معاك على متصفح جوجل كروم فيه حاجة مهمة جدا عايزة أقول لك ومش بيديك بس الـ discussion اللي بيتم ده بيديك بقى تعليقات و sub comments و sub discussion وحاجات تانية كتير يعني بيديك بشكل عميق جدا بعد كده ممكن أن أنت تعمل سيء مثلا أنا الإجابة دي عكبيني فيه عندك حاجة اسمها شات ويز جيجا برين جربتها كانت مجاني معي عشان أجربها في التجربة لكن علشان أحصل على إجابة أو أعمل شات مع السامري اللي هو عطيهولي لازم أكون في الجيجا برين برو وجيجا برين برو أعتقد أن أنت بتتكلف حوالي 10 دولار في الخطة العادية اللي أنت عايز تشات مع جيجا برين أو تأب جريد دي الإي آي موضلز فهيديك معلومات أكتر وأفضل أكتر نقول بشكل عامل أن أنت ممكن تستفيد من جيجا برين في الحصول على المصادر الخاصة بالسؤال اللي أنت عايزه وتبتدي أن أنت تشوف فيها وتدور فيها ومن المفترض أن الكميونيتز دي بتكون ممكن هتلاقي البعض المتخصصين ممكن بيخشه ويعلقه ويبدو قراءه وتستفيد جدا بالحاجات الموجودة فيها وزي ما أنت شايف كده فاوندون يوتيوب حيديك كمان يوتيوب فيديوز تقدر أن أنت تستفيد منها لما تكون بتدور على حاجة معينة أنا شخصيا بفضل أن أنا أدور مثلا سايف اليوتيوب فيديوز على أساس أن أنا أختصر وقته مجود في بعض الناس بتحب تقرأ أكتر دي حاجة بتبقى راجع للشخص اللي بيعمل بحث أو بيدور زي ما قلتلك هو مش مجاني تماما ولكن فقط في حالة أن أنت بتدور على سورس أو معلومات أو يديك سامري لسورس معين أنت عجبك بس في كلام كتير وإنت عايز تلخصه لكن بالنسبة أن أنت تشات مع الجيجابرين وتبتدي أن أنت تسأله ده بيكون في البرو بلان في أيضا عندك هنا آيكونز موجودة في هنا عندك أعتقد أن ده فور يو أحدث حاجة موجودة حاجات جديدة هو زي ما أنت شايف كده هو مرتبط بريدت هنا بالنسبة لي المسيجز هنا بقى لو أحد هنا هتسأل اكسبرت أو حد حيعلق لك وهنا في الحالة دي أعتقد أن أنت هتكون مرتبط بريدت يعني هتربط الحساب بتاعك بريدت وفيه جزء متعلق بالهيستري لو أنت يعني الآن من الخصية تقدر تعمل ديليت للحاجة اللي أنت عملت عنها بحث في الهيستري من هنا وهنا كمان حتى في الهيستري بالريليفنس بالحاجة اللي أنت مرتبطة بأن أنت بتدور عليها في الهيستري يعني تقدر تعمل سيرش في الهيستري نفسه فيها عندك كمان فلتر باي سابريدت والسبريدت لما تكون بتدور على موضوع معين لما تعمل فلتر باي سابريدت بيخليك تركز أكتر على الموضوع من ناحية الناس بتنقش الموضوع ده بشكل مفصل أكتر داخل مجموعات معينة أو فوقات معينة وهنا فلتر باي سابريدت وممكن تختار من بين الموجود قدامك التركيز على إيه بالضبط من ضمن الفئات أو المجموعات وتبتدي أن أنت تختارها ويبقى الحاجة دي أنت بتدور خلال المجموعة دي أو الفئة دي ده بالنسبة لي فيلتر باي سابريدت موضوع بقى البحث باللغة العربية لناس كتير جداً بتقولي جربي ترفعي فايل باللغة العربية دوري باللغة العربية تعالوا نجرب باللغة العربية ما هي أفضل النماذج الخاصة عملت السرش باللغة العربية زي ما إحنا شايفين أعطاني سورسس باللغة العربية هل الزكاء الاصطناعي بياخد شغل البرمجة أفضل خمس مولدات تعمل بالذكاء الاصطناعي زي ما إحنا شايفين دي كل دي نتائج باللغة العربية ما هي أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي في التعليم الإي آي أنسر إليك بعد النقاط المهمة هنا الرد بتاع الذكاء الاصطناعي نفسه أفضل خمس مولدات صور تعمل بالذكاء الاصطناعي زي ما إحنا شايفين بيديني باللغة العربية ما فيش أي مشكلة كنت تدور أنت باللغة العربية برحتك جدا ديك التجربة باللغة العربية علشان الناس اللي بتسألني على موضوع اللغة العربية ده بالنسبة لي جيجا برين أتمنى تكونوا استفدتوا من موقع النهاردة أو فيديو النهاردة على قناة InfoTech for You برين بقولك في نهاية كل فيديو متنساش تعمل سابسكرايب لقناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنتم متابعين الأعزاء متنساش اللايك وشير والكممنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته